فيما توصل تركيا زج بالمزيد من المرتزقة في المستنقع الليبي كشفت تقارير دولية أن أنقرتها تجند أطفالاً وقصر من المناطق السورية وترسلهم للقتال في ليبيا ونقل موقع المونيتور عن مصادر سورية وليبيا أن السلطات التركية تقوم بإصدار وثائق وهويات مزورة لأولئك الأطفال وتنقلهم إلى ليبيا مقابل عائد مدي يصل إلى 3000 دولار شهرياً وذكر التقرير أن بعض الأطفال الذين يتتراوح عمارهم من 15 إلى 16 عاماً استخدموا أسماء إخوانهم الأكبر سناً في أوراقهم المزورة بعد أن تم تدريبهم على حمل واستخدام السلاح يأتي ذلك فيما تتزايد بشكل مضطرد أعداد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا فبحسب المرصد السوري فإن العدد الموثق لقتل المرتزقة في ليبيا بلغ 268 قتيلاً وذلك بعد توثيق وصول عدة جثث إلى مناطق سيطارة الأتراك والفصائل الموالية لهم في ريف حلب الشمالي لمرتزقة قتلوا في المعارك الآخرة الدائرة في ليبيا وينتمي القتلى إلى فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء السقور الشام والحمزات وسليمان شاه وتزج أنقرة بالمزيد من المرتزقة السوريين في الصراع الليبي خصوصاً في محاور القتال في العاصمة طرابلس بالإضافة لمعارك مصراتا ومناطق أخرى في ليبيا